وحيكم مشاهدين البداية بمعاريفة الإسرائيلية التي قالت أن الدوائر الإسرائيلية الأمنية ترى أن تكرار كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس محاولتها إطلاق طائرات مسيرة نحو إسرائيل مؤشر على أن كتائب القسام تعمل على تحسين قدراتها في استخدام المسيرات وأضاف المراسل العسكري للصحيفة طال ليفرام أن كتائب القسام تريد بذلك اختبار ردة الفعل الإسرائيلية وأن الدوائر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ترى ذلك تحديا صريحا من جانب القسام تريد الوقوف على ما تستطيع تحقيقه من وراء هذه الطائرات المسيرة الصغيرة في حال اندلعت مواجهة عسكرية وتأتي هذه التقديرات الإسرائيلية على خلفية اضطرار الجيش الإسرائيلي لاستخدام منظومة القبة الحديدية لاعتراض ما قال إنها قطع جوية شهدت تقترب من داخل القطاع نحو الحدود مع إسرائيل الآن مشاهدين إلى متابعات بعض الصحف للحرب الروسية على أوكرانيا مجلة الإيكانوميست قالت إن الهجوم المضاد البطيء في أوكرانيا يفسد المزاج العام والحكومة قلقة وتضيف المجلة أن القيادة الأوكرانية تشعر بالأحباط بشكل خاص لأن المعدات الغربية لم تصل بعد بالأعداد المعودة وأدت المراوغة بين الحلفاء بشأن توريد أسلحة جديدة واحتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب العام المقبل رئيسا للولايات المتحدة أدت إلى زيادة مخاوف الأوكرانيين وترى المجلة أنه بالرغم من إحراز القوات الأوكرانية تقدما مهما في الجنوب إلا أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الاقتراب من بحر آزوف وقطع الممر البري الذي استولت عليه روسيا إلى القرم وتشير المجلة إلى أن المزاج الكئيب وفق تعبيرها امتد إلى السياسة الأوكرانية مع انتشار شائعات بدعوة مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة لكن إجراء انتخابات أثناء الحرب سيكون أمرا معقدا ونتابع مع وولد ستريت جورنال وتقرير يستعرض بعض العوامل التي تدفع الحرب في أوكرانيا لتتحول إلى صراع طويل يشير التقرير إلى أن غياب أهداف استراتيجية يمكن تحقيقها من الحرب في أوكرانيا لدى كل من موسكو وواشنطن من شأنه إطالة أمد الصراع فمن جهة تجد الولايات المتحدة مع حلفائها صعوبة في منع نصر روسي عبر تحمل مخاطر قد تنجر عن دعم يحقق النصر لأوكرانيا ومن جهة أخرى تعمل روسيا على تحقيق مكاسب جزئية ولا تجد نفسها مضطرة خلال هذه المرحلة لتقديم تنازلات وبالنسبة لمحاولات القادة الغربيين من أجل بناء اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا فتصطدم إما بأهداف كييف أو موسكو ولا تتناسب معها وبالتالي فهي غير قابلة للتنفيذ في وقت قريب وأشار مقال في ناشنال انترست إلى أن نفوذ موسكو في آسيا الوسطى تضاءل بسبب الحرب في أوكرانيا ولدى واشنطن فرصة تاريخية الآن لإعادة تعريف وتعزيز مصالح الاستراتيجية في المنطقة والحد من توسع الصين في آسيا الوسطى الغنية بالموارد يقول الكاتب أنه يمكن للولايات المتحدة التي استثمرت بالفعل 62 مليار دولار في اقتصاد كازاخستان توسيع وجودها في المشاريع الاقتصادية الجديدة ويمكن للمستثمرين الاستفادة من الخصخص المستمرة للشركات الكبرى المملكة للدولة لا سيما في قطاع استخراج المعادن فكازاخستان هي مصدر بارز للطاقة وأكبر منتج لليورانيوم في العالم ومورد صاعد للمعادن النادرة في سوق لا تزال تهيمن عليه الصين ويشير الكاتب إلى أن الكونغرس يمكن فتح التجارة مع كازاخستان من خلال إلغاء قانون جيكسون فانيك الذي يعود إلى أيام الحرب الباردة لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة الأمريكية مع دولة مستقلة متنامية في قلب منطقة استراتيجية استطلعت مجلة الفورين أفرز الأمريكية آراء اختصاصيين وباحثين في الشأن الأفغاني حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تطبع علاقاتها مع إدارة طالبان في أفغانستان وقد تباينت الإجابات عن سؤال المجلة بين مؤيدا ومعارض وقد سوغ المؤيدون لفكرة التطبيع مع كابل بسعيقات الطالبان لإصلاح العلاقات مع الإدارة الأمريكية بعد إدراكها أهمية إقامة علاقات جيدة معها على حد قولهم لا سيما بعد التطورات الإيجابية التي حدثت في أعقاب توصل الطرفين لاتفاق السلام بينهما في الدوحة في حين عز المعارضون رفضهم إلى السياسات التي تنتهجها أو ينتهجها قادة طالبان معتبرين أن الأوضاع السائدة في البلاد هي التي تجعل من فكرة التطبيع مع طالبان أمرا غاية في الصعوبة ولكن الموقف قابل لإعادة النظر فيه في حال تغيرت الأوضاع بحسب وصفهم إلى موضوع آخر قالت ويلد ستريت جورنل إن الولايات المتحدة والصين تحاولان تجنب أو تحاولان جذب الأمم إلى جانبهما مع تصاعد الانقسامات بينهما وتشير الصحيفة إلى أنه بعد اجتماع بايدن مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية تتطلع الصين إلى تعزيز صداقاتها الخاصة في قمة دول بريكس مع دول من إفريقيا ومالكا اللاتينية وأجزاء من آسيا التي تشك تقليديا في قوة الولايات المتحدة الصحيفة تشير إلى أن التحليلات تؤكد إلى أن الهند التي ستحضر القمة ربما تعمل على منع مجموعة بريكس من أن تصبح وسيلة لتوسيع نفوذ الصين شكرا لمنتابعتكم مشاهدين يومكم سعيد أينما كنتم لن تشكرا لمنع مجتمع